نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداولهم من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ من جهتها أكدت وزارة الطيران المدني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية وشددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان وبشكل طبيعي دون توقف مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوية أمام حركة الطيران